أرتور أوليفيرا مدرب حراس مرمى نادي الزمالك عقد جلسة مع محمد عواد بعد المباراة الودية اللي خضها نادي الزمالك مع فريق مستقبل الوطن أحد فرق دوري الدرجة الثالثة واللي فاس فيها نادي الزمالك بالمناسبة بنتيجة اثنين واحد وأتكلم مع عواد على تجهيزه من الناحية النفسية ومن الناحية الفنية لخوض اللقاء المقبل للزمالك في صفو الزمالك في التشكيلة الأساسية أمام الإسماعيل دي المباراة المقبلة وعلى ما يبدو أن عواد مش على ما يبدو هو خلاص ده الاتجاه من بعد مباراة القمة وهو واضح أنه كارتيرون بيعملها دايما لو أنت تبعت كده كارتيرون هو بيسيب الحارس الأول بيسيبه لحد ما تحصل مباراة مباراة تانية هتلاقيه دايما بيغير فمعندوش مشكلة لأنه واضح أنه مرقم الاتنين على رقم واحد يعني مرقم أبو جبل وعواد على أنهم رقموا كل شوية واحد بيركب على حسب مجهوده على حسب درجة قدرته على المحافظة على مكانه فعواد هو اللي هياخد الفترة اللي جاية بحسب الكلام اللي تكلمه معاه مدرب حراس المرمى وقال أنه وطلب منه ركز بشكل كبير جدا جدا الزمالك بيحدد حجم الإصابة اللي اتعرض لها عبدالله جمعة حظه وحشها عبدالله يعني كل ما يرجع وهيبقى موجود العيب أنا من اللعيبة اللي أنا بحبهم في الملعب يعني الفترة الزهبية بتاعت عبدالله جمعة الحقيقة يعني ما الواحد ببينساش مجهوداته سواء كجناح كان أو حتى كمان كبك شمال والتوظيف اللي كانوا وظفوه له كريستان جروس كبك شمال واللي بيه على فكرة تم استخدامه لو انتوا ترجعوا بالذكرة في منتخب مصر مع أجري وكان من اللعبين المهمين الحقيقة أنا بتمناله الشفاء وعنده التوقفي الكاح بتمناله الشفاء وتمناله سرعة العودة إن شاء الله بإذن الله للملعب وللفورما بتاعته القوية في الزمالك علشان برضو فيه لعيبة بحس إنه ابتعدها عن الملعب بيبقى خسارة ليه وخسارة ليه الفريق عبدالله أنا بشوفه من اللعبين المميزين إن شاء الله بإذن الله يرجع ويكون موجود باتريس كارتلون عقب على المباراة الودية قال إن هي مباراة مفيدة جدا جدا من كل النواحي وقال إنه كانت فرصة لمنح كل اللعيبة إمكانيات المشاركة علشان يعرف يقف على كل إمكانياتهم